جينا الكرام في كل مكان وعدنا بعد الفاصل واتمنى يا رب تكون الفقرة اللي فاتت عجبتكم لكن الفقرة انه دلوقتي اللي احنا هنتكلم فيها الفني التشكيلي ومش فني تشكيلي الرسم مثلا بيلاقي ان الاطفال الصغيرة الله ايه ده ده رسمك حلو رسمك جميل لكن لما لاقي ابداع من طالب في طب بطري بدل ما يشرح الحيوان والانسان بأدوات تشريحه وبالمشرت بيشرح بقلمه يبقى لازم يكون لنا تغطية جمدة جدا عشان موضوع الفن التشكيلي والرسم والفن الطبي اللي هو ابدع فيه اللي هو بيسمونه الميديكا الالستريشن وهميته في مصر وهل هو في مصر مهتم به ولا لا عشان كده كمان جبنا ضفنا التاني اللي هو معيد في الفنون كلية الفنون الجميلة جامعة الميني عشان يكلمنا برضه عن الرسم ده ايه اهميته بيدرسوه ازاي وهل هو فعلا الفن الطبي فيه تأثير منه وهل موجود في العالم ومهتم به وهل الطالب الطب بطري اللي بيرسم الرسم الفن الطب الجميل ده مساعدة لزملائه شكرا وخلاص هنستفيد منه في التشريح وتشريح المقارن وخلاص ولا لا احنا محتاجين ندعمه ومحتاجين يكله أطلس باسم مصر يطلع منه عشان كلا النهارده انا بساعدني وشرفني يكون معايا في الاستوديو باذن الله الاستاذ محمود علي النوال اهلا بحضرتك ومعيد بكلية الفنون الجميلة جامعة المينيا اهلا بحضرتك ومرسي جدا لاستضافتك الجميلة ديت انا معيد في قسم تصوير جامعة المينيا اشتغلت حوالي سنة مثلا احنا هنرجع لك بس نعرف ايضا كمال معنا الدكتور اشرف الرفاعي طالب بكلية طب البطري جامعة كفر الشيخ وفنان ورسام فن طبي ميديكال استيريشن اهلا وسهلا بك دكتور اهلا وسهلا بحضرتك نبدأ من اول لاستاذ محمود وانت معيد يعني رجل اكاديمي وفي قسم التصوير الزيتي وراجل نشأت ناشئة ريفية وبدأت تحط التصوير الزيتي بتاعك على نشأتك الريفية باحساسك ومشاعرك اشرح لنا ازاي طبعا انا يعني درستي في تصويرك بتبدأ من مرحلة الاكاديمية طبع صمتة رسم طبع صمتة طبع الصمتة دي عبارة عن حاجة بنحطها قدامنا ونحاول نعملها محاكاة بطريقة ان هي تبقى تصوير زي اللي بيعملوا الكاميرا بالضبط بس بادينا مع الوقت بتطلع من فكرة الاكاديمية على سنة ثالثة مثلا او ربعة بتبدأ تعمل شخصيتك الفنية الخاصة بيك احساسك بقى بتبدأ تدخل انت ثقافتك نشأتك مثلا لو الريف هيأثر فيك فاعتقد لون الأخدر هيبقى غالب على لوحاتك او تحب لاندسكيب اكتر يعني الموضوع بيبدأ من سنة ثالثة سنة ربعة كلية ودي طبيعة الشغلة عندنا تمام انت دكتور أشرف وانت طالب في كل الطب بطري كان الموهبة اكيد عندك وانت صغير برزت الموهبة وحطتها في الرسم التشريح اللي انت بتدرسه وبدأت ترسم ايه مدى تأثيرك للرسم ده او عرفنا الاول الميديكال إلستريشن يستاذ المشاهدين عشان يعرفوا ده اسمه الفن الطبي او الرسم الطبي اللي بيرسم به التشريح تعال سواء الجمجمة تشريح الهضان تشريح الأوعيات الدموية فضل دكتور والله هو الموضوع بدأ معايا ان انا كنت اي كلية طبية طبعا زيما حدثك عارفة دكتور بندرس الاناتومية ومدى التشريح في مدار سنتين فبدأ درستنا في من خلال الجسس فلجأت ان انا كنت بذكر عن طريق ان انا بعمل نوتس صغيرة خالص للرسم وبعد كده بدأت حبيت جدا ان انا استزيد في المجال اكتر وبعد كده قررت ان انا ابدأ بقى ادرس اكاديميك يعني او حاجات اكاديمية في فنون جميلة وفي نفس الوقت ابدأ اشوف ناس زي ما يقولوا بيونيرز يعني ناس كبيرة جدا في مجال بقى الميديكال ان انا بقى بزابط البربورشنز والنسب وكل ما يخص الكالر فاليوز فالميديكال الليسيشن بعد بقى ما تطلعت عليه لقيت انه هو مجال كامل للدراسة برا كلية منفصلة كاملة في المانيا وفي اوروبا بشكل عام وفي امريكا وهي كلية اربع سنين وبتقبل عشرين طالب بس في السنة يعني يبتاخد عشرين طالب بس وهو ده مجال جديد لازي يكون موهوب في الرسم طبعا اه موهوب في الرسم متخصص في الدراسة تلساعدك ده التخصص والموهب اه بالزبط والموضوع يعني مش هكدب انا مش هقول مثلا انا كنت مخطط له او كده وفعلا الموضوع جاي بطريق ان انا فعلا محتاج لده يعني انا بذاكر بالطريقة دي فيه غيري بذاكر مثلا بالحفظ انا ما عرفتش اذاكر غير بالرسم لو التشريح بالذات اه بالذات تشريح طبعا التشريح بالقلم بالقلم التشريح طبعا يعني يعني هو هيأهلنا لحاجات كتير قوي في الطب زي الجراحة طبعا وزي اللي انت تكون فاهم برضو حاجة زي الكلينيكا الباسولوجي انت بتدخل غرفة العمليات وترسم جوا حاليا اه انا بتدرب في مستشفى بتجمع الاول اه دكتور احمد دكتور عصام دكترام شوالله عليهم وهم سمحوا لي ان انا انزل معهم في المستشفى بخش غرفة العملية اه بخش غرفة العملية بعمل كروك سريع جدا للعملية وببدأ ان انا اخد دوات وابدأ بقى احط عليه التفاصيل وكل الدتالة العلمية يعني ابدأ اشتغل بقى انا الكلام دوات ان انا احط نظريات ضل ونور وابدأ احط كل ما يخص بقى انا هرجعلك انت بتعمل ايه بقى والنظريات اللي بتعملها انا على فكرة شفت رسومات حضرتك يعني حاجات بصراحة نعرض رسوماتك جماعة بتاع الدكتور اشرف الحاجات يعني بصراحة احنا محتاجينها جدا كفنانين تشكيليين احنا بنتدرس تشريح وفعلا زي ما حضرك قلت اللي هو انت بتدرسوها مادة واحدة في الكلية بنتدرسها مادة واحدة سنة واحدة في الكلية ويعني بتبقى مش مهتمين بيها بالشكل الكافي وطبعا انت شي حاجة اساسية لأي فنانين استحالة هرسم اي فجر اه ده تصوير فوتوغرافي لي يعني بالموبايل انت مهتم بالمرأة الريفية اه طبعا دي اهم حاجة عندي يعني انا بالنسبالي ودي صورتك فين دي دي كانت في سامبوزيوم لقصور الدولي 2017 ده مع دولة كينيا دي كان آن من كينيا من دولة كينيا فهي رسمت حتى يعني ساس بحمود خرج لمشاركات ومعارض خارج مصر وداخل مصر يعني ومشارك من 2014 وطبعا دي من ايام الكلية من ايام دراست الكلية الاكاديمية يعني من ايام فترة سنة ثانية تقريبا رسومات بقى الدكتور اشرف يا جماعة ودي بقى الستايل بتاعد الوقتي اللي خلاص بقى بدأت النشأة والثقافة وخلاص هو انا ده فطبعا الموضوع بياخد وقت يعني ما انا بقال لي مثلا حوالي من ربع ابتدائي دي صورة برضو ايه دي الصورة دي دي كانت فترة الجيش في فترة التمرين والتدريب كنا كنت بطلع على سكيتش وارسم ساعات فما فيش حاجة كانت بتوقفني بصراحة ان انا ارسم ايه وقلم رصاص من اي حتة باشتغل بيه احنا عنا نشوف دراتي صور دكتور اشرف ومن الناحة الاكاديمية هنا الاستاذ محمود وهو رجل اكاديم معيد في كلية الفنون الجميلة يقول لنا بقى يعني ندعمك ازاي وانت كمان كتأثير الرسم بتاعك ده على تشريح المقارنة يعني الانسان خلاص هو الانسان موجود اطلس وموجود كل حاجة ازاي نخرج بمصر باطلس يخرج للعالمية من طالب زيك من مصر وموهوب ومتخصص والله وحاليا وتأثيره على تشريح المقارنة والله انا اصلا الموضوع برضو بدأ زي ما قلت حالك بدأ الرسم من خلال ان انا يعني صورة دي اهي صورة الدج اه دي انا انا جايب صورة فتغرافية كاملة للكلب عادي خالص جيرمان شيبرد وبعد كده بدأت ان انا ارسم الرسمة بتاعته عادي بالرصاص سكيتش سريع وبعد كده باختر الريجون او المنطقة اللي انا عايزها وبابدأ اشرح فيها بالقلم الرصاص وبعد كده بسيب الداتة العلمية بتاعتي برا ان انا ابدأ احط عليها نظريات ضل ونور وابدأ ابرز الحاجة بس بشكل سيمبل ما تبقاش فيها هايبر رياليزم يعني يقب يعني دايق العين او ينكرت صورة منهم كده اهداء للصح والجمال سريعا اهداء للغدد اللعبية اهداء كان الساليبري جلانت ودي كان السوتشر يعني الخياطة في القلب كان تطبيق للخياطة كنت فعلا بتضرب وقتها خياطة وفعلا بدأت حطه ده كنت انا شغال في صيدلية وكنت راسم الانترنال والجسترنال اللي بتغزه المخ يعني كنت راسم حاجة سريعة برضو لكده ودوت طبعا الكيدني والجزء بتاع البلفك كافيتي وهنا برضو حطت ازاي اداة جراحة وهنا برضو اللي مفاتك كنت حطت جزء اللي مفاتك بتاع هنرجع بقى احنا هنا أستاذ محمود ايه رأيك؟ شكرا 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 بس يعني نصيحة من أخوك الكبير يعني هي فكرة الأكوريل لو اشتغلت به هيبقى باين أول لير وده أعطاقت مهم بالنسبة لشغلك يعني اللي هو تشوف الشكل ممكن ترسم كل حاجة مبارة وتشوف كل الليئرز وانت حطت أكوريل فهتحاول ما ترسمش بحاجات مصمطة بألوان مصمطة زي الجواش الأكريليك الزيت ما ترسمش بمصمطة لانت محتاج تشوف الليئرز تبقى شفافة قدامك انا بحب المصمط لحاجة واحدة بس وهي ان انا كنت عايزة اظهر الحاجة بتدي شكل نسيجي يعني الحاجة المعتمئة أو الأوبستي بتاعتها عالية بتديني مظهر نسيجي يعني مظهر ان فعلا الحاجة ديت فيها رياليزم بين الرياليزم وبين ان هي رسمة عادية خالص ما فعلش حاجة الأكوريل كويس جدا فعلا دي حقيقة بس هو ينفع في حاجات معينة في الرسم الداتا العلمية فيما يخص الأناتومي بس لكن الجزء اللي فيه مبر يعني اللي هو اللي هو بخص التشريح ومن نسمة خص التشريح معنا الآن مدخلة معنا الأستاذ الدكتور أشرف عبدالعزيز قاركورا رئيس قسم التشريح بكلية الطب البطري جامعة الاسكندرية ووكيل أيضا الكلية لخدمة المجتمع سابقا أهلا وسهلا دكتور أشر أهلا بيك يا باندو أهلا وسهلا منور يا أستاذ دكتور أشرف عبدالعزيز قاركورا أهلا وسهلا بيك على حوار هادئ أهلا وسهلا بيك أهلا إشارت لنا أننا نكون معاقشة الفنانية وأنت رئيس قسم التشريح وأستاذ التشريح والأجنة بكلية الطب البطري ومعنا النهاردة طالب في كلية الطب البطري وموهبته الرسم الطب الميليكا الالستريشن اللي مش موجود في مصر وبندعمه تقدر حضرتك تقول لنا إيه أهمية الفن ده وأنت أستاذ للتشريح أعلم أيها الحقيقة المجلس التشريح أهم حاجة فيها أن الحاجة بنتميها إحنا دايماً ودايماً بنجيب سؤال حتى في الامتحانات ويمكن ابننا عارف وبيبقى سؤال مهم جداً وعليه درجة كبيرة يعني السؤال اسمه باي دياجرام أولي يعني بالرسم فقط هو صحيح كان فيه طربة مش بترسم كويس فكانوا بيضايقهم السؤال ده الحقيقة لكن فيه أولاد والله كانوا بيبهروني برسمهم الجميل وبأجد الرسمة توضيحية لأن التشريح فعلاً محتاج الرسمة أهميته يا دكتور في كلية الطب البطري يعني لما نقول لهم يا أولاد أهم حاجة عندي رسمة وبيانات أهميته في كلية الطب البطري في التشريح المقارن إيه رأيك لو يطلع الدكتور أشرف بأطلس تشريح مقارن معه المفروض إحنا فيه المفروض إن إحنا بنهتم إن إحنا محتاجين نعمل أطلس ونحتاج المواهب اللي زي ابننا وعندنا على فكرة أترجى برضو لكثمين جداً في التشريح فده فعلاً لو تعامل حيبقى يعني حاجة إنجاز وممكن يبقى ده يعني موجود في مصر من زمان بنحتاج إن إحنا نعمله الحقيقة وربنا يساهل ونحتاج أولادنا دول يساهموا معنا ولو قد نستصل به وهو طبعاً أكيد هو يعني جامعة كفرشيخ بكسي برضو هو والجامعات الأخرى لو شاركنا في الأطلس ده لو أنت داعم دكتور أشرف أستاذنا الفاضل دكتور أشرف أدعم دائماً لكل الطلبة في كل الأنشطة وفي كل يعني ما تصصرش حاجة بعلمك ولا بدعمك والله الله يخليك أسول محمد ربنا يخليك أدكتور أشرف ونعمل نتشرف بك شكراً دكتور أشرف الأستاذ دكتور أشرف عبد العزيز قاركورة رئيس قسم التشريح في جامعة الإسكندرية نخرج بس لأسول محمود أنت بفنك في التصوير الزيتي ممكن تعمل إيه في موضوع لا للعشوائيات وتطوير الشوارع طبعاً كنت عايز أكلم أوجه خطابي للرئيس عبد الفتاح السيسي الموضوع ممكن نحل حلول فنية جمالية للعشوائيات زي مثلاً أنا أعمل جدرية موحدة للشارع كله وده موجود في حاجات بر وده موجود ونفسي بقى موجود في بلدي نفسي بدل ما أشوف طوب أحمر في كل مكان أشوف جدريات الفلان الشوارع والمباني ونفسي هو يعني يدعم ده نفسي سيد الرئيس يدعم ده بنفسه إن شاء الله بإذن الله منشاد للقيادة السياسية هو عندنا شباب زي الفل يقدروا إن شاء الله بإذن الله أنهم يبنوا ويبقوا ضد العشوائيات بفنهم التشكيلي وتصويرهم الزيتي دكتور أشرف طموحك إيه وعاوز تقول إيه وطالب إيه؟ أنا الطموحي إن أنا أعمل أطلس زي ما قلت حيطك بإسمي ويبدأ يخرج بر مصر وتبقى دي فعلاً أول حاجة فعلاً إنجاز بالنسبة لي كبير حاجة أنا اللي أعملها وتطلع بر مصر والناس تتذكر منها وفي نفس الوقت نفسي إن أنا أعمل كتاب How to draw medical anatomy يعني أو كتاب إزاي ترسم medical أصلاً مش شوارة ترسم تشريح بس بقى ترسم بصولوجي ترسم بارسيتولوجي ترسم فيما يخص بقى الميديكال وطبعاً يعني أهم حاجة يعني ربنا يخلي لي والدتي وأخويا لأنهم أكبر داعي في حياتي يعني بعد وفاة والي أنت طموح صراحة شكراً جداً يا دكتور أنت طموح جداً وبنات أمنا لكل التوفيق برزة موهبتك حفظت عليها وأيتها في كليتك ولدراستك أنا أتمنى وبناشد هنا جماعة بناشد بجد أعزال المشاهدين أي مسؤول النهاردة بيشوفنا ومهتم أي دار فنون يعني حتى في الوطن العربي لو كان في المملكة العربية السعودية أصدقائنا في مصر أنهم يدعموا الدكتور أشرف الرفاعي الموهوب بالفن الطبي الميليكاليستريشن اللي مش موجود في مصر وتقريباً في الوطن العربي فدي هتوب حاجة كويسة جداً اللي احنا ندعمه ونقف جنبه أيضاً بندعم المشروع اللي هنا بيطلع مجامعة المينيا مع الأستاذ محمود النوال لا للعشوائيات مش في المباني والساكن بس في الجدريات في الكباري في الرسومات الفنية اللي ممكن يظهرها شبابنا وطلبنا في الشوارع وفي الكباري دي برضو هتدي منظر فني وجمالي جداً أنا جداً الوقت دايماً يسعفنا مع الحاجات الجميلة والمواهب الرائعة شكراً دكتور أشرف الرفاعي طالب بكل الطب البطري ورسامه وفنان يشرح الحيوان والإنسان بقلمه أنا سعيد جداً اتشرفت جداً بالقاءة أتمنى لك كل التوفيق شكراً أستاذ محمود النوال وأنت معيد في كلية الفنون الجميلة جامعة الميناء أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله على المستوى الأكاديمي والفني أنتو كمان أعزائنا المشاهدين حوار هادف صفحتنا على الفيسبوك حوار هادف بالإنجليزة أو بالعربي وعلى اليوتيوب ودائماً وتابعونا برضو على الحلقة دي على اليوتيوب للصحة والجمال ودائماً إحنا معاكم كل يوم جمعة الساعة سبعة وتلت على الهواء مباشرة الأسبوع الجاي حلقة جبدة جداً ونحتفل باليوم العالمي للغذاء الفاول تحتفل بالأمم المتحدة ويكون معنا ضيوف المدخلات جمدة جداً خليكم معنا وانتظرونا دوماً حوار هادف يحاكي الواقع وينظروا إلى المستقبل وإلى المتقل الجمعة المقبلة إن شاء الله إلى اللقاء